مرحباً وسهلاً بكم بقضية جديدة على قناتي اليوم قضيتنا راح نتكلم عن مليونيار اختفى بالظروف غامضة فشو اللي صار له؟ إذا تريدون تعرفون تفاصيل قضية اليوم تعمل بيديو النهاية اليوم قضيتنا راح تكون من البرازيل بالتحديد سنة 2013 عن شخصية باسم ماركوس ماركوس كان بعمر لـ 48 سنة كان مليونيار وكان مدير تنفيذي وصاحب شركة يوكي هذه الشركة كانت أرث من جدة وبعدها ماركوس هو اللي أخذ هذه الشركة فماركوس كانت حياته طبيعية كان يعيش مع زوجته اللي كانت بعمر 38 سنة يعني بينهم 10 سنوات وكانت باسم إليزا إليزا طبعاً هي زوجته الثانية مو الأولى لأن كان يخون زوجته الأولى مع إليزا تعرف عليها وكان يخونها دائماً مع إليزا لكن مو فقط إليزا يعني مو هي الشخصية الشريرة لا كان يخون زوجته الأولى مع عدة نساء لكن بعدها حس أن إليزا كانت جداً مقربة منه كانت لطيفة فحس بالحب اتجاهها بالنسبة لإليزا كانت حياتها جداً تعيسة كانت تعيش بمكان جداً فقير كانت عائلتها فقيرة كانوا يعانون بالإضافة أن عائلتها كانوا مسيئياً كانوا يسيئون لإليزا كانوا يأذوها جسدياً حياتها كانت جداً عشوائية تخيلوا أنه بعمر صغير مجموعة من الشباب طاردوها وبعدها تعرضت للخطف من رجل يعني شيء جداً عشوائية تصير بحياتها بعدها تخلصت من هذا المنزل وهذا الشارع يعني بسبب المنطقة اللي كانوا عايشين بيها كانت تصير لهذه الأشياء لكن بعدها تخلصت منهم وأخيراً توجهت إلى الجامعة وبدأت تدرس التمريض إليزا كانت تحب تعتيني بالناس وكانت قريبة من جميع المرضى فلهذا السبب كانت جداً جيدة بوظيفتها لكن فجأة بيوم من الأيام إحدى مريضاتها توفت هذا الشيء سبب لها صدمة وقررت ترك التمريض فبعد ما تركت التمريض قررت أن هي راح تدرس المحامات راح تكون محامية لكن هي كيف راح تدرس وتدفع أقصاد الجامعة بالإضافة إلى فواتيرها يعني شو راح تأكل فلهذا السبب كان الخيار الوحيد بالنسبة لإليزان هي تعمل بالأشياء الغير أخلاقية فاشتركت بإحدى المواقع وهذه المواقع كان يكتب اسمها وكل شيء وأي شخص يدخل يشوف بروفايلها الخاص ويتم استئجارها وبهالطريقة قابلت ماركوس لأنه كان دائماً يكون زوجته الأولى بهذه الطريقة كان يأجر فتيات عن طريق هذا الموقع عدة فتيات ومنذ منهم كانت أليزا اللي هي زوجته الثانية أو اللي راح تكون زوجته بالنسبة لماركوس كانت شخصيته جداً ضعيفة أي شخص يشوفه كان يحس أنه هذا الشخص كذابناً مستحيل أنه هذا ثري أكو شيء غريب فما كانوا يصدقون أنه هو ثري كانوا يحسون بأنه هذا الشخص هو فقير وهذه الأموال هي أموال شخص ثاني فالنساء ما كانت تحبه ما كانوا يحسون أنه هو ثري فما كانوا يقتربون منه حتى أصدقائه ما كانوا يثقون به ما كانوا يحسون أنه هذه أمواله يحسون أنه الشكله ما مطابق لشخص ثري فلهذا السبب حاب أنه هو يحسن صورته أمام أصدقائه لكن ما كانوا يحاب الطريقة اللي يتعرف بيها على أليزا فقرروا أنه يعمل قصة خاصة بيهم أنهما التقوا بصورة اعتيادية خلال تواجدهم بمقهى ويتكلموا وشربوا قهوة ووقعوا بحب بعض لكن أصدقائها كانوا يحسون بأنه هذه الليزا كانت جميلة فكانوا يقارنوهم أنه أوكي أكون شي غريب على الرغم أنه ماركوس مقل ولا كلمة لكن بالنهاية كيد راح يكتشفون بعد فترة اتزوجوا وانتقلوا للعيش مع بعض وبما أنه ماركوس كان ثري فمزلة كان مختلف كان عنده طابق كامل يحتوي كحول أو بالأخص الواين أو النبيذ بقيمة 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى غرفة مخفية هذه الغرفة المخفية كانت تحتوي على العديد من الأسلحة كانت بمقدار نصف مليون دولار حياتهم كانت لضيفة مع بعض يعني كان كل شيء مستقر كانوا يسافرون مع بعض يصطادون حيوانات مع بعض يعني كانوا متفاهمين يتوجهون إلى التخيم مع بعض كل شيء خص الأغنية كانوا يعملوا بالإضافة أنه ماركوس كان جدا متحمس لأن جميع الفتيات اللي قبل أليزا كانوا يستصغروه كانوا ما يوافقون على الأشياء اللي يحبها مثل الصيد لكن أليزا كانت توجه معاه إلى الصيد وعلمها كيفية الصيد وكيفية تقطيع الحيوانات وشوائها بالإضافة أنه كانت جدا متفهمة بيوم من الأيام قال لأليزا أنه حابرة بثعبان وفعلا وافقت وحاس أنه واو هذه أول أمرأة توافق على كل شيء وبعدها فكر بإنجاب طفل من أليزا فحاولوا لأكثر من مرة أنهما ينجبون طفل لكن الحمد للهما كانوا أثرياء بعد محاولات وعمليات استمرت لأشهر وأخيرا صارت حامل وبعدها أنجبت طفله في أواخر سنة 2012 ماركوس أقد صفقة ببيع شركته مقابل مليار دولار لكن خلال التوقيع وخلال نقل الشركة من ماركوس إلى الأشخاص اللي اشتروها ماركوس اختفى فجأة إليزا تصت على الشرطة وقالت أنها مشافة زوجها من الليلة الماضية الشرطة أكيد بدأت التحقيق وبدأوا يفكرون من الشخص اللي من الممكن يختطفه هل كان عنده أعداء بدأوا يسألوها يسألون أي شخص ويبحثون هل من الممكن أن الأشخاص اللي اشتروا الشركة متورطين بالموضوع أو لا لكن هو ما كان عنده أي أعداء ولا حتى الشركة يعني كان الموضوع يمشي بسلاسة يعني ما كان أي شي خطأ بحياته أو شخص يكره يعني أصلا هو مكان محبوب ما حد كان يعتبره فعليا غني كانوا مفكرين أنه هذا شخص يعني ممثل وأنه هو شخص هو الموظفة لحتى يقول أنه هو الملياردير أو المليونيار هو يكون بالواجهة كصورة لكن بالحقيقة هذه الأموال كانت لأموال شخص آخر يعني هذا الشي اللي كانوا مفكريه ما حد كان يتوقع أنه ماركوس هذا الشخص هو فعليا مليونيار الشرطة تكلمت مع أليزا بما أن هما معثروا على أي شيء مثير للشكوك فتكلموا معها وقالوا لها شون اللي يصار بيوم اختفاءه فقالت أنه بمساء يوم اختفاءه قال لأليزا أنه هو متوجه لأحدى الاجتماعات ومن الممكن هذا الاجتماع رح يكون جدا طويل لكن في صباح اليوم التالي عنده اجتماع ثاني فلهذا السبب إذا الاجتماع الأول كان جدا طويل فرح يناب المكتب ومباشرة يتوجه إلى الاجتماع الثاني فقال لها لتقلقيا والموضوع جدا طبيعي وأنه خلاص يعني توجه إلى عمله وهي نامت في صباح اليوم التالي صحت هو مكان موجود فحست أنه أوكي من الممكن أنه هو مجهول عنده شغل انتظرت أكثر وأكثر لكن ماركوس مظهر بعدها إليزا توجهت إلى منزل عائلة ماركوس والده ووالدته وتكلمت معهم لكن هذه المرة قالت شيء مختلف لعائلته قالت لعائلته بأنه ماركوس كان يخونها هذه مو أول مرة يخون زوجته من الأساس يعني هو كان زوجته الأولى يعني الموضوع بالنسبة لعائلته كان صدمة أنه أوكي ماركوس لغاية الآن يخون فقالت لعائلته بأنه أوكي هي كشفته وصار بينهم خلاف جدا حاد أخذ حقائبة وترك المنزل يعني هو مو مختفي هو هرب عائلته بدأوا يلومون نفسهم بأنهما مربوه بطريقة صحيحة وبدأوا يحسون بالذنب اتجاهها بأنه أوكي أنه أنت عندش طفلة وإحنا آسفين راح نوفر كل شي إليش ولبنتش لهذه الدرجة كانوا يحسون يعني أنه ابنهم هو المقصر هو هو خطأ هذا لأن هذا مرض بداخل أنه يحب النساء فهي قالت لعائلته أنه هذه ما كانت المرة الأولى هي كشفته من قبل أنه كان يخونها فبدأت تذكر لعائلة ماركوس اللي صار بحياتهم حاملها بطفلهم هي عرفت أنه كان يخونها فأكيد واجهته وصار بينهم خلاف وقررت تركه لكن هو بدأ يتوسل بيها ويترجاها ليعطاء فرصة جديدة لعلاقتهم وبما أنه كانت حامل فأعطتها فرصة جديدة لكن بعد مرور سنتين بهذه السنتين كان جدا ولاء مية بالمية وكان لطيف لكن بعد مرور سنتين حاست أنه أوكي ماركوس يخوني يخوني أكيد فلهذا السبب قررت تعيين محقق خاص اللي صار هو قررت تعيين هذا المحقق وقالت لهذا المحقق تابعا لأن هي تتوجه تقريبا كل أسبوع إلى منزل عائلتها خارج المدينة فتريد تعرف شنو اللي يسوي ماركوس بالمنزل لما هي تكون خارج المدينة وفعلا المحقق بدأ يكتب إليها كل شيء واتضح أنه كان يخونها كل يوم مع الفتيات اللي كان يحصلهم من الموقع نفس الموقع اللي أخذ منه إليزة وتعرف عليها فهو كان يخونها وكان عنده صديقة جديدة هذا المحقق كان يتقى الصور بالإضافة أنه كان يسجل فيديوهات لماركوس مع هذه الأمرأة فأكيد الليزة أعطت هذه الصور والفيديوهات لعائلته وقالت أنه أوكي نظروا هو كان يخونني دائما ومو لمرة وحدة كان يخونني لفترة جدا طويلة فعائلة ماركوس اطمأنوا أنه ابنهم أوكي كان يخون زوجته وهو حاليا مع أمرأة أخرى ومن المستحيل يكون مخطوف أو صار شي فاطمأنه لفترة لكن فجأة وصل إيميل للشقيق ماركوس وبهذا الإيميل كان كاتبا أنه بصحة جيدة وكل شيء تمام وأنه آسف على الشيء اللي فعله لإليزة وهو بأمان الآن وطلب منهم التوقف عن البحث فهذا الإيميل ما كان بأي شيء مخيفة أو أي شيء مثير للشكوك فالشرطة ما كان عنها دليل ما كان عنها أي شيء يعني ما كان شيء مثير للشكوك فلا تركوا الموضوع لكن بأقل من الأسبوع على بعد 30 كيلومتر تم إيجاد جسد ماركوس تم العثور على جسده مقطع إلى قطع صغيرة ومتناثرة في جميع أنحاء حقول وودلاندس جزء من جسده كان موجود بأكياس زرقاء أكياس قمامة والجزء الآخر كان مرمي على الأرض تخيلوا أول قطع تم إيجاده من جسد ماركوس هي قدمه تخيلوا أن تتمشون بالحقيل وفجأة تشوفون قدم يعني المنظر كان واو وبعدها تم إيجاد جسد ماركوس وآخر قطعة تم إيجادها هي رأسه تم إيجاد رأسه وعرفه أنه هو فعلا ماركوس لكن بالبداية عرفه أنه هو ماركوس من خلال ملابسه ملابسه كانت ماركة وكانت موجودة بحقيبة وبعدها من خلال الرأس عرفه سبب الوفاة وكان سبب الوفاة هو إطلاق ناري بهذا الشكل من نانا دخلت الطاقة وخرجت من فكة واو لكن مع ذلك ما كان عندهم أي ذليل ما كان عندهم أي مشتبه به فما كانوا يعرفون شون يعملون فتوجهوا إلى مبنى ماركوس أو إلى منزله وأخذوا كاميرات مراقبة وبدأوا يشاهدوها كل شيء بدأ في 19 مايو سنة 2012 إليزا رجعت من منزل عائلتها كان خارج المدينة إلى منزل ماركوس فكانوا واضحين بالمصعد كانوا مع بعض هو ساعدها بنقل الحقائب دخلوا إلى شقةهم بعدها كان واضح أنه مرتبك كان يوجد شيء على وجهه واضح على حركاته اتوجه إلى الطابق السفلي أخذ البيتزا من عامل التوصيل ورجع إلى الشقة لكن لما رجع إلى الشقة ما خرج مرة ثانية ما ظهر مرة ثانية بكاميرات المراقبة لكن في صباح اليوم التالي شفوا إليزا وهي تخرج من الشقة وكانت تحمل حقائب جدا ثقيلة حقائب سفر وكان من الواضح أنه تعاني خلال وضعها بالمصعد كان عددها 3 حقائب خرجت إليزا من المبنى لما رجعت إلى المبنى ما كانت الحقائب معاها الحقائب اختفت فأكيد من خلال كاميرات المراقبة الشرطة حرفت أنه أوكي لقنا المتهم أو ممتهم الفاعل أنه خلاص يعني أنه المستحيل أنه شخص يكذب كاميرات المراقبة قاعدين يشوفون كل شيء أنه دخل إلى داخل المعزل وما خرج وفي صباح اليوم التالي كان يوجد حقائب جداً كبيرة يعني الجسد كان مقطع وكان موضوع بداخل الحقائب تم القال قبض على إليزا وتم مواجهتها بكل شيء بالبداية حاولت أنه هي تبرأ نفسها لكن بالنهاية ترفت فخلينا نرجع بالزمن إلى الوراء ونعرف شن اللي صار إليزا قالت أنه بعد رجوعها من منزل عائلتها دخلوا إلى الشقة لما كان يساعدها بالحقائب ودخلوا إلى الشقة كانوا يتجادلون لساعات بعدها طلبوا أكل ودخلوا مرة ثانية إلى الشقة بدأوا يأكلون لكن بنفس الوقت كانوا يتجادلون بأنه هي راح تتركها أنه هو راح يندم على هذا الشي جدال كان جداً قوي فجأة ماركوس ضرابها هذه أول مرة يضربها وأول مرة يضرب أي امرأة بحياته هي حاسات أنه شنو هذا أوكي راح تركك راح أخذ الطفلة لكن هو بدأ يهددها أنه أوكي لا أوكي تركيني وبالتوفيق مع الرجل الجديد لكن الطفلة راح تكون معايا ورح أتهمج بالجنون ورح أحبسج بمستشفى الأمراض العقلية يعني رح يحرمها بنبتها رح يحبسها ورح يقول بأنه هي مجنونة وطبعاً هو يعني مليونيار أكيد عنده ناس يعرف جداً بسيط أنه هو يحبسها فهي ما حاست بنفسها إلا وهي ماسكة البندقية أمامه هذا الشخص كان يؤذيها نفسياً لعدة سنوات مولي أول مرة يعني هذي مو أول مرة يقول هذا الكلام كان أول مرة يضربها بس مو أول مرة كان يهينها بهذا الشكل تخيلوا أثناء دراستها كان يتصل عليها كثل ثلاثين دقيقة لحتى يتأكد أنه هل يوجد شخص معاها هل هي تخونة بسبب طريقة عملها أو أنه عملها السابق لأنه تعرف عليها بسبب موقع أنه هي كانت تعمل بأشياء غير أخلاقية فكان يشك بيها بسبب عملها السابق فبعدها بسبب عصبيتها أطلقت النار عليها طبعاً قبل ما تطلق النار عليها كان يقولها أوكي طلق النار طلقي النار عليها خلاص يلا يلا بهذا الطريقة لأنه كانت توقع أنه ضعيفة ما رح تطلق النار عليها لكن هي قتلته بعدها إليزا حسنت بالذعر حسنت بالخوف أنه أوكي أنا قتلت والد بتي فعني بتي رح تكون يتيمة وبعدها أنا رح أتخل السجن ما رح يكون أحد حواليها فقررت تقطيع جسده وقطعته بدقة وتعلمت التقطيع من ماركوس أنه كان يقطع الحيوانات وعلمها كيفية تقطيع الجسد كان يعلمها تقطيع الحيوانات مختلف الحيوانات لهذا السبب كان سهل عليها أنه هي تقطعها بطريقة صحيحة بالإضافة أنه البندقية اللي أطلقت النار علي بها هو شرال هي وبس هذا كان فيديو اليوم وأشوفكم بقضية جديدة إن شاء الله باي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة جميعاً للمشاهدة